وصل وفد من ثلاثة من قادة الكونجرس الأمريكي إلى إستونيا يزور وفد من ثلاثة من قادة الكونجرس الأمريكي من لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب إستونيا في الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من حزيران يونيو ظاهرياً لتعزيز شراكة الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة وإستونيا قال رئيس الوفد وأضاف نحن نقدر زيارتنا ومناقشتنا المهمة حول كيفية استمرار بلدينا في العمل معاً لحماية شبكاتنا وتحسين أمن ومرونة البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى الاجتماعات مع المسؤولين الإستونيين سيزور الوفد أكاديمية الأمن الداخلي ومركز كفاءة الدفاع الإلكتروني التابع لحلف الناتو ويلتقي أيضاً مع المشاركين الإستونيين في برنامج القيادة الدولية للكونجرس بتمويل من الكونجرس الأمريكي بحد ذاتها